موسيقى هياكم الله مشاهدينا في يوم جديد من برنامج ملاعبنا نحمل فيها الكثير يسعدني فيه في البداية أن أرحب بضيوفي الأعزاء كل من الكابتن عيد باروت ياهلا ومرحبا حياك الله عبد الرحمن ياهلا ومرحبا فيك تواجد معنا كذلك الكابتن بخيت سعد ياهلا ومرحبا كابتن ياهلا ومرحبا ياهلا ومرحبا يعني لوم التخرل أكن لابد أن أبارك لكم لتنين بالشهر الفضيل لم أشاهدناكم طوال بارك نفقدنا ياهلا ماشي ليه خلال ليه نعقب كذلك يسعدني الترحيب بأحمد خليفة حمد يهلا ومرحبا بخليفة الله حيب عبد الرحمن بسكرة البداية ستكون من دوري أبطال آسيا حيث نجح الشباب الأهلي في تحقيق الانتصار الثاني له في دور المجموعات ليعزز بذلك حضوظه بشكل كبير في العبور إلى الدور المغبل من المسابقة في المقابل تعرض الجزيرة لخسارة جديدة وهي الثالثة ليودع بذلك البطولة من الدور الأول لتنتهي فترته في الحدث الغاري ونفتح بعدها ملف دوري المحترفين حيث انطلقت الجولة الحادية والعشرون بمواجهتين الأولى جامعة اتحاد كلبا والنصر أما الثانية حل الضفرة ضيفا على وصيف جدوى للترثيم أصحاب السعادة ارتقى فريق الشباب الأهلي إلى صدارة المجموعة الثالثة بشكل مؤقت بعد فوزه على أهال بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعة من دوري أبطال آسيا وبذلك رفع الفرسان رصيدهم إلى تسع نقاط فيما تجمد رصيد أهال عند نقطة واحدة اشتركوا في القناة بعد البداية المتعثرة عاد الشباب الأهلي من بعيد ليتصدر مجموعته بشكل مؤقت وبرصيد عشرة أهداف من مباراتين حيث تعتبر الحصيلة الأكبر لشباب الأهلي خلال هذا الموسم بأكمل حيث لم يسبق للفريغ أن سجل أكثر من ثلاث أهداف في المبارات الوحيدة إلا أن هذه الحصيلة الكبيرة جعلت من شباب الأهلي أحد المنافسين على بطاقة العبور إلى الدور القادم بوسماعيل تغير شكل شباب الأهلي تغير مضمونة الدافع الكبير الفوز الكبير على الغرافة بثمان أهداف بعدها يأتيك آهال الذي أخذ منك نقطة وتعتبر خسارة كبيرة للفريغ عاد الفريغ للسكة الانتصارات والأفضل أنه عاد بشكل مميز ليس بالشكل الذي نقول أنه يعني فوزهتها ضربة حظ أكثر ما هو أداء من اللاعبين ومجهود وتكتيك من المدرب بسم الله الرحمن الرحيم نبارك لفريق الشباب الأهلي فوز كبير جدا صدارة مستحقة ضغوطات تعرض لها الفريق خاصة مدرب الفريق كابتن مهدي مقابل البطولة وخلال البطولة وكثير من الأمور لكن أعتقد الشباب الأهلي أخ إبراهيم من الفرق التي حتى العام الماضي شفناها تفوق على الهلال واليوم شباب الأهلي مميز أيضا في هذه البطولة وخاصة في المباريات الأخيرة نتكلم عن مبارية الأخيرة فأعتقد شباب الأهلي هو شباب الأهلي لا يجب عليه أن يتأخر في جدول الترتيب يوم من الأيام شبنا شباب الأهلي وصل نهاية كاس آسيا عند لاعمية في المنطقب عند مستوى لاعبين أجانب ويمكن هذه السنة ليست مستوى الطموح أو مستوى التطلعات لكن شخصية شباب الأهلي الفوز بثمانة هدافة على فريق مثل فريق الغرافة أعتقد هذا ما جاء ضربة حظ يجب أيضا أن نشيد بالمدرب يجب نشيد باللاعبين يجب نشيد بالعموري فأعتقد كثير من المكتسبات حققها شباب الأهلي في هذه البطورة التي أسعدتنا أحنا كمشجعين أحد شباب الأهلي ممثل الوطن مع بقية الفرق الأخرى الشارقة والجزيرة عبد الحمد خيط تعودت كرتابيا من جديد لصفوب شباب الأهلي بعد الاستغناء عنه في الموسم الماضي عاد بشكل قوي هو الأبرز من المحترفين يعتمد عليه مهدي بشكل كبير ما راح أتحدث ليش انتهت العلاقة ما بين كرتابيا و شباب الأهلي و عاد في الفترة الشتوية ولكن هناك علامة استفهام أنك أنت تنهي العلاقة مع لاعب بداعي الإصابة اللاعب يطلع ينفي الإصابة يعود لك في الانتقالات الشتوية و يلعب بشكل جيد و اليوم الاتحاد الأسيوي اختاره رجل للمباراة شباب الأهلي عنده مشكلة في اختيارات الأجانب و واضحة بشكل كبير جدا من خلال الموسم الحالي أولا بسم الله الرحمن الرحيم كل عام توخير طبعا بالنسبة للشواب الأهلي بالنسبة للنباراة هذه والفوز اللي حققها والنتاج الإيجابية نبارك للفوز اليوم بعد طبعا النتيجة الإيجابية اللي حققها أمام فريق الغرافة والنتيجة اليوم فأعتقد أنه إذا رجعنا و تكلمنا عن الهيستري من شواب الأهلي من حيث التعاقدات من حيث كرتابيا و عودته حاليا يمكن أعتقده من مصدر الهداف الهداف الفريق في آسيا الهداف الفريق في آسيا أبو عبد أحمن أحيانا العمل الإداري والعمل المثفني يعني بمكانك أن تتعمل ولكن في بعض الأمور تكون أنت في مثلا تشوف أنك عملت خطأ معين أو مثلا لاحظت أنه في خطأ معين في عملك فهي شيء يسمونه تصحيح المسار فنرجع و نقول يمكن إدارة شواب الأهلي بمن كانت ومن الذي كان يعني الذي اتخذ قرار بعاد كرتابيا و التصحيح بأنه مصاب و يرجع اليوم مرة ثاني كرتابيا في الانتقالات الشتوية هذا سمونا تصحيح المسار بالنسبة للناس اللي عملوا في هذا الموضوع ما ندخل في الأمور ولكن حنا نتكلم أكثر عن الفريق حاليا الفريق ديش في مراحل كثيرة لكن عذرني بخيط قبل لا يعني ناخذ الجانب في مراحل الفريق القرارات هذه أسترت بسير الفريق الفريق يطلع من ثلاثة الغاب في الموسم الماضي كل الكؤوس حصل عليها إلى اليوم يعني مستوى ما يتمنى جماهير شباب الأهلي أنت بعد ما تحقق البطولات وتوصل طموحك المفروض يكون أعلى فالقصد نحن ما نقلل من عمل الأخوة بقدر ما أنه مثل هذه الأمور تؤثر على سير الفريق بشكل كبير جدا وهذا اللي عانى من الشباب الأهلي في ظروف كثيرة بعبد الرحمن ما نتكلم عن كارتابي خروجه شاري بوف كان من لعيب البارزين في الفريق شاب الأهلي شاري بوف يعارد نصر طلبه هذا اللاعب كان مؤثر وطلع كارتابي وطلع بقرار أو بإصدار قرار من عضو أو من فني من فنيين الموجودين ولكن في الأخير نحن نتكلم حتى الفريق وضعه بشكل كبير هل هو كارتابي العنصر المؤثر بشكل كبير في فريق يعني ترى كارتابي رجع من فترة طويلة في الفريق شاب الأهلي وفي الدوري حالة شتوية رجع بعد ما نعم في الدوري بعد كانت النتاج سيئة بالنسبة فريق شاب الأهلي وكان فيه انتقاد وفي لين آخر لحظة فيه انتقاد على سيد مهدي والتشكيله واللعيب والتجانس والأمور هاي كلها هناك من يلوم مهدي لعدم استعانته بالأجانب وهناك من يبرر عدم استعانته بالأجانب ان مهدي ما اختار الأجانب بالأساس وصعب انك انت تفرض على مدرب مدرب كبير في يوم اليوم ندرب منتخب أول في البلد عنده سيرة ذاتية مميزة صعب انك تقبل او يقبل هو بنفس انك تفرض عليه لاعب أجنبي هذا عمل احترافي عبد الرحمن مدرب أكيد عنده تطلعات عنده مثلا النظر اللي ببعض اللعيب محتاج بعض اللعيب وبعض المراكز وأحيانا فيه لجان فنية ابو عبد الرحمن كل نادي فيه فيه لجنه فنية هي ترتائي ان احنا على حسب الباكة جمالنا نيب اللعيب اللي تخدم الفريق طيب سواء المدرب يعني يعني يحاول المدرب مثلا يتعاطي معهم بشكل احترافي انه والله قبلنا بهاللعب واللي يقبل وغيره ولكن في الأخير الوضع المادي او الوضع اللي هو يحتم عليك يحتم عليك أنك تيب بعض اللعيبة وتفرضها على المدرب حتى لو فرض ولكن في الأخير العناصر الموجودة في الشباب الأهلي ولاحظنا حتى في الفترة الأخيرة حتى في آسيا عناصر مؤثرة يعني عنده لعيبة كأسماء مواطنك هذلك المواطنين عاملين فرق كبير يعني حارب ما شاء الله عليه لو لاحظت اليوم يسوي أسست حق كارتافيا أسست جميل جدا متألق في المنتخب الوطني متألق في المبارا الأخيرة معم من الغرافة أحلى ما في الموضوع يمكن أساس إطلع من الموضوع وأرجع مرة ثاني عودت عموري صحيح أحلى ما في الموضوع وأجمل ما في الموضوع في الشباب الأهلي عودت عموري بهذا المستوى الجميل ونتمنى إن شاء الله الله يشفيه عافيه دائما ويبعد عن العين يبعد عن كل مكروه إن شاء الله يستمر لأنه عموري مطلب حتى في المنتخب الوطني في الشباب الأهلي حاليا شو بتقول الناس اللي تنتقد مهدي اليوم شو بتقول اللعيب بروح أنا بسألك السؤال سنتين صابرين عليه أنا بالنسبة لي مهدي نجح في المرحلة الأولى بتحقيق البطولات المرحلة الثانية جانبين مدرب ما ثبت على تشكيله في طوال الموسم هنهي علامة استفهام نرجع لمسألة الأجانب أجانب الفريق وما عرف أنا يعني التعاقد مع الأسماء هذه بناء على إيش تم وأنت ما عندك مهاجم عندك لاعب واحد مهاجم في شباب الأهلي هل جانب مفروضين أو باختيار هذه أنا ما أقدر هذه نقطة ثانية سيد مادي في الموضوع طيب لكن أنا بعيد عن مسألة يعني مفروضين عليك كمدرب لكن الجود بالموجود ما علي الجود بالموجود أنت تتحدث عن قيمة شباب الأهلي يعني عفوا على الكلمة حتى اللعيب اللي جوته هم لعيب دوليين يعني اليوم عندك اللاعب أحمد يلعب في منتخة بيران أساسي في منتخة بلدي يعني أتوقع لو كان متاح للأندي الأخرى بيكون مطلب لكن اليوم أنت عندك اختيار العناصر في الخانة شباب الأهلي يعاني في الثلث الأمامي إلا في المباراتين هذه اللي طافا أو مبارات الغرافة كانت المفاجأة بتسجيل ثمانهدام أنا وجهت نظري من يوم أتعور إيغور ما حصل اللاعب اللي كان إيغور كان عامل فرق كبير ما في حد مكان إيغور أجنف ما في دول أطني أطني مرأة الحربة أقول لك هذا الجانب اختيار الأماكن البداية الدائما تكون صعبة بعبد الرحمن خاصة في الخط الأمامي طيب مثل ما تفضل كابتن على سبيل المثال إيغور إيغور أضافة كبيرة جدا أكيد عودة عموري أضافة كبيرة جدا بسنتين بسنتين صابر الله الفريق شباب الله لي صابر على عموري فهو نجح اللي دارة نجحت وبالذات كابتن مهدي نجح في عموري طيب أنا بذهب لأبو خليفة أبو خليفة هل نجح الكابتن مهدي في يعني التغليل خلني أقول من عاصفة الانتقادات اللي كان يتعرض لها ويعني وصل لمرحلة في البطولة الأكبر أنه يسجل حضور مميز من فريق أساسا ما كان مرشح سقوط في مباراة الأولى أمام أهال العودة من جديد من بعيد هل هذه تحسب للمدرب مع فريق عملي كلاعبين ولا المدرب نستبعد من هذه المسألة وتستمر الأمور أن المدرب غير موفق مع الفريق حتى الآن بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء مبارك الفوز الثاني هذا لأن الفوز يعني كان مطلب وتحقق قياسا بالمباراة الماضية الفريق ما أده يعني اليوم اليوم اللي شاف الفريق في المرة الماضية وشاف اليوم من الفريق يعني هناك فرق في المستوى كبير نعطيهم العذر المباراة كانت بعد يعني على طول بعد فترة الأفطار ضغط المباريات الضغط النفسي يعني الحالة البدنية لللاعبين سنة أنا على حسب المعلومة كذلك أن الجهاز الفني والإداري ارتأى أن يطلع بعض اللاعبين من الضغط والذي يطلبونهم يروحون لأداء العمرة وراح عدد من اللاعبين يعني جيد 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 لكن خرجوا شوي من أجواء الضغط لا تنسى أن المباراة الغرفة كانت يعني خذت مجهود كبير استنزفت مجهود كبير من اللاعب طيب فنعطيهم نعطيهم العذر لكن الفريق أدى الشوط الأول بس والشوط الثاني شفنا فيه يعني أنا لا أعرف كيف أقول فيه الشوط الثاني عموري الذي أشدناه وشدناه المستوى وشكرنا مهدي على اليوم يلعب راس حربة نعم وعموري لا أعتقد أنه في وجود الغساني يعني حتى لما طلع النرويجي كان الغساني موجود بيلي موجود غساني نزل مع عموري صحيح لكن لكن هذا من الأول أن يلعبون في مركز رأس الحربة يعني أنا شفت فيه يعني الشوط الثاني كان الفريق أهد أكثر جراء كان كريم أنه يتعادل يعني فيه وكانت كل كراته أمام مرمى الأهلي كانت خطرة طيب نوضح كذلك يعني علشان بس بخليفة جانب الجماهير اللي يتسألون عن عموري ليش ما شارك من البداية ولا ليش ما أشرك مهدي لوقت أطول عموري مر في وعكة صحية في الفترة الماضية بعيد عن الإصابات وعكة صحية ارتأى المدرب أنه يريح اللاعب للفترة اللي يحتاج فيها واستعان فيه في تقريبا آخر ثلاثين دقيقات فضل بخير صحيح المفروض أنه يلعب في مكانه لأنك تجهز اللاعب هذا تجهزه ومركزه ومركزه يعني المركز الأساسي اللي يلعب فيه نعم وعندك وعندك منه قادر على أن يأدي في صحيح في آخر المباراة شفنا الأهلي يلعب بخمس مدافعين وامامهم ثلاثة ارتكاز ويعني كانت دعنا نقول لأخبطها في الملعب كانت موجودة اليوم هل هذه اللوم فيها اللاعبين أنا؟ أفهم كلامك بخليفة الآن مشكلة شباب الأهلي في شخص المدرب؟ لا أنا ليس مشكلة شباب الأهلي يعني اليوم على العناصر الموجودة لا لا أشوف أنت هي توليفة بين المدرب واللاعبين نحن نوضح إذا المدرب فلنفرض مدرب غير مهدي الأمور ستكون أفضل؟ لا أنا لا أحمل أنا في المباراة طافت مع الغرافة أشتب مهدي نعم وقراءته وتبديلاته ومحافظته لقوة الملعب وكان الفريق يسجل إلى آخر دقائق في المباراة من أول ربع ساعة يسجل إلى الليل إلى آخر دقائق فكانت قوة الملعب مستمرة دائما وللتبديلات كانت في تبديلات إضافة في الفريق اليوم التبديلات التي صارت في الفريق لم نرى أضافة لشيء الفريق في الشرط الثاني تراجع مخيف للخلف يعني مع الأعذار التي قلتها في البداية الأعذار للفريق لكن لا يصل إلى هذا الدرجة يعني أنك تتراجع وتتراجع أمام أهال تدافع بخمسة تدافع بخمسة أمام ثلاثة ارتكاز يعني أنك تدافع بثمانية طيب وخري في سؤال لو تسمح لي شباب الأهلي في حال يعني الكل كان يشوف الرؤيان نمت تجهي لتغيير مدرب نجاح مهدي في البطولة الآسيوية استمراره في تحقيق نتائج إيجابية يشفع لمهدي أن يستمر موسم قادم مع شباب الأهلي شوف أنا ما قدر أقيم الآن في وجهة نظرك لا لا أنا ما قدر أقيم الآن الموسم ما انتهى بعدها ممكن تحصل عندك أمور تغير حتى من تقييمنا للمدرب مدرب أمام بطولة بعد عند نهاية وموجود في بطولة تحقيق البطولة ترفع كثير من السهم وهذا شيء طبيعي دائما في أي نتيجة في أي نتيجة مباراة فاليوم نحن بس نحن نتكلم فيه أن نشوف الفريق كل المباريات قبل أهداف كل المباراة ما طلع من أي مباراة بكلين شيت هذا هو واحد اليوم كان المفروض أنك أنت أنك أنت مكتسبات المباراة الغرافة أنك تنعكس اليوم في الملعب أن أموري مثلا يلعب في مكانه اللاعبين اللعبون في أماكنهم صحيح أن بعض اللاعبين مجهدين هذا شيء أنت عندك لاعبين بالذات العناصر الأجنبية يعني كان الجهاد باين عليهم صحيح وبعدين حتى بعض اللاعبين في الدفاع يعني كان في آخر المباراة كنا نرى حالة البدنية الهيكل كان يعني باين الجهاد عليهم ومقدر يكمل ومقدر يكمل فالفريق حقق الفوز وهذا المطلوب الآن في هذا الوقت هذا المطلوب أن يفوز وحقق الفوز من الشوت الأول يعني المباراة يطافت يتسجل خمس أهداف في الشوت الثاني هذه المباراة الشوت الثاني ما سجل هدف المباراة اللي قبل كان يسجل في الشوت الثاني فإحنا اليوم نأخذ المجمل كل كامل الفريق ناجح ويعني الفريق أمام الفريق فرصة مع فولاد أن يصدر أن يصدر أن يصدر أعتقد أنه لا بد أن الفريق نعى بشكله الأساسي صحيح أنه بعد ما يرجع عنده مباراة ومباراة قوية مع العين أعتقد أن المدرب حط هاي بعد حط هاي المباراة في ذهنه ما أعتقد أنه يلقى في آسيا ومهم انتبه للمباراة اللي بتكون بعد يومين وبعد ثلاث أيام من عودته من السعودية في هاي المباراة ومهم متصدر ومباراة من العيار الثقيل وكله وفريق العين مرتاح ومهم كذا هذه كلها أمور أمور واردة فبس لا بد أن يركز الآن في أنك على المركز الأول أن لا تدخل في حسبة المراكز الثانية رغم أنه في المراكز الثانية وضعيته جيد الآن بعد الفوز هذا أضمن السعود المباشر لكن أضمن السعود المباشر وحتى هذه بتنعكس نفسيا على الفريق عند عودته إلى الملافذات المحلية النتائج الإيجابية في بطولة آسيا بتنعكس الفريق ما خسر الآن ما خسر في آسيا وهذا شيء جيد يعني هذه نقطة إيجابية كذلك تحسب للفريق لكن الفريق قياسا بالمجموعة وقياسا بالفرق الموجود معه يعني المفروض يكون أفضل بالشكل له موجود فيه بلحن حزين وشكل هزيل ودعى نادي الجزيرة دوري أبطال آسيا رسميا من الدور الأول بعد خسارته في الجولة الخامسة أمام القوة الجوية العراقية بثلاثة أهداف مقابل هدفين وعليه استغر فريق فخر العاصمة في المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط فيما رفع رصيد الفريق العراقي إلى سبع نقاط في مركز الوصيف ترجمة نانسي قنقر معاناة الجزيرة ليست على المستوى المحلي في هذا الموسم بل تجر أدراجها حتى في البطولات الخارجية فبعد شكل هزيل في كأس العالم للأندية والأعذار الكثيرة التي خرج فيها بعض مسؤولي الجزيرة أن الفريق لم يستعد جيدا إلى هذه البطولة ها هو يسقط في فخ مجموعة أقل التقدير فيها أن يصل إلى مركز الوصافة ويحقق الفوز على فرق أقل من في المستوى بالنسبة للدوريات إلا أن الجزيرة لغز محير هو كايزر بعدما كان يضرب فيه المثل الموسم الماضي ها هو أصبح أحد الفرق السهلة جدا على المستوى الآسيوي ومجرد أنك تلعب مع مباراة تضمن على أقل تقدير نقطة قبل بداية المباراة تجتهد شوي أكثر تأخذ الثلاث نقاط كابتن عيد الجزيرة محير فريق فيه لعبين شباب مميزين الجزيرة اعتمد على المواطنين في تحقيق الدوري الجزيرة اعتمد على منظومة مميزة يستحوذ ولكن استحواذ سلبي جدا في هذا الموسم مش قادر يفوز على فرق ما أريد أقول مقمورة في آسيا هي الآن سجلت حضور أفضل من الجزيرة لكن فرق ما تقارن لا بقيمة سوقية لا بقيمة دوري ولا بأي حاجة في الجزيرة إلا أن الجزيرة يلعب مستسلم في مبارياته صحيح بعبد الرحمن إذا كان فريق الجزيرة مش مستعد لهذه البطولة مين تحب من فرقنا يستعد للبطولة طيب شو عذر الجزيرة وتذيل الترتيب شو عذر الجزيرة إنما يشعر هذا يحمل نتيجة للمسؤولين ونتحمل نتيجة للمدرب أنتم اليوم تمثل الإمارات الجزيرة لا يمثل فريق الجزيرة يمثل الإمارات كاملة فبالتالي نتائج هذه الضعيفة يجب وجود محاسبة عليها مبالغ كبيرة تصرف لاعبين في المنتخب موجودين نوعية لاعبين موجودين بنية تحتية موجودة كل شيء موجود مالك عذر اليوم أنت تطلع بهذا المستوى الهزيل إذا أنا علوم حق الفريق الجزيرة شو اللي تلقت حق الفرق الثاني المفروض تنافس الشباب السعودي على بطاقة الصعود هذا المنطق لازم نفسه ند بالند تفوق عليك تفرق نقطة أما أنت اليوم تنهزمة ما بفرق هزيلة حلها تاريخها هي لكن بالمعنى يفترض أن تكون أفضل استعدادك أفضل مدرب عندك لماذا هذا التراجع الكبير التراجع الكبير لأنه لم يستعد الفريق لم يستعد لهذه البطولة لا يريد جو البطولة عذرني بوسماعي الفريق ليشو مستعد من مستعد للدوري من مستعد للكؤوس ذهنيا من مستعد لكاس العالم الأندية في بعض الفرق في بعض الفرق شو اللي مستعد للجزيرة السنية ابو عبد الرحمن في بعض الفرق في بعض الفرق ذهنيا من مستعد للبطولة طيب هي ما تحب تشارك في هذه البطولة لا احنا بنشارك و بنشتحلنا و النتائج هذه السيئة لا 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 انت هذا الكلام الأخير اللي شفناه احنا تمجيد الفرق الأخرى بشكل عجيب و بشكل رهيب إحنا ما شفناه أول مرة نشوف اللي عندنا هنا إحنا ياخده ما بطولة يلعب أنت تقصد كوزمن وتصريحه على الهن لا أنا ما أقصد بغضل النظر أنا أقصد كل الفرق كل الفرق الموجودة أنت مبالغ تصرف إدراك أنت يا مدربين يصرف عليكم مبالغ كبير جدا وهو أكثر من تغزل في الفريق الآخر كوزمن صح لا أنا أتكلم بعبد الرحمن بشكل عام أنت المبالغ كوزمن ولا كايزر ولا مهدي ولا كل المدربين هناك مبالغ تصرف على المدربين هناك تصرف مبالغ على اللعيبة وكل حاجة أنت اليوم ممثل الوطن ممثل البلد يجب أنك تكون في الفورمة قد تكون هذه نهاية شهر العسل ما بين كايزر والجزيرة بعد يعني خلني أقول مستوى النتائج بعيدة تماما النتائج اللي تحكم المدرب ممكن السن المدرب سياسة تغيرت في اختيارات اللاعبين في اختيار بعض عناصر الفريق بخيط معي بأشوفه بخيط بخيط لا أدري شو قلت ناية شهر العسل بين النوع درب الفريق فريق الموسم الماضي بطل مستوى كبير عبد الرحمن يعني أنا أيد الكلام اللي قال لي بأوسماعيل كل الكلام اللي قال لي بفعل أنت يتمثل الدولة فريق الجزيرة نعم ممن الآن يمكن لو رديت وكم سنة وراء دائماً ما يركز على الدوري يعني فيه 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 طيب السنة ما عندك دوري السنة ما عندك دوري شو مركز عليه لا أثيوياً تحس به ما عندك يعني ما دري كيف ما عندك تركيز ما يحب أن يغامر أثيوياً ما يحب أن يشارك أذكر فيه سنة من السنين فيه بطولة تاسية ملاعبين الصف الثاني لا في الثاني نعم وكأن بطولة يعني رايحين مثلاً يعني عداد مثلاً طيب ما نتلوم فيها تلوم فيها مدرب أو لا تلوم فيها إدارة كابتن كابتن حتى كاس العالم كاس العالم كان مكان هزيل يعني كان العين وصل نهايي وصل نهايي العين ما نتلوم فيها بخيط أنت في وجهة نظرك إدارة بداية لازم جهاز الإداري لازم يكون عنده الرؤية لأن بس الإدارة يتصرحون دائماً يوم يشيرون قبل لا يقربون الطيارة نحن شارينا بعد مستوباً وصل في آسيا هذا تصريح اللي دائما يعني حتى قلت بروحك فريق القوى الجوية ما احترامنا لإمكانيات وغيرها يمكن عندهم الحماس والاندفاع لكن الإمكانيات فرق بين فرق الجزيرة وفريق القوى الجوية ولا فريق شوف أكاد أعطيك معلومة ومعلومة يعني بلغني فيها أحد الأخوة المطلعين أكثر على الدوري العراقي قيمة راتب لاعب واحد من لاعبين الجزيرة اللي موجود حاليا يعادل قيمة كافة اللاعبين الأساسيين في فريق القوى الجوية هذا على حد تعبير أحد الأخوة المطلعين لو كانت المعلومة صحيحة فهذه كارثة صراحة لكن تذهب بآسيا بهذا الشكل للأمانة بالفعل هذه كارثة كبيرة فريق الجزيرة والمجموعة تكاد تكون المجموعة الأسهل فريق الشباب حتى فريق الشباب السعودي مثل ما تفضلت مفروض هو الفريق الوحيد اللي كان يعمل لحساب فريق الجزيرة والمنافس ويدافزه وممكن فريق الجزيرة يتفوق على فريق الشباب السعودي ولكن نطلع بهذه الطريقة أنت رايح تمثل بطل دوري بس أس بطل دوري حتى في الدوري كان الفريق يدي مباريات على مستوى عالي في بعض المباريات ولكن يمكن عساس أن فريق العين اللي هو طبعا منتشي بطريقة كبيرة وفريق الوحدة يظل فريق الجزيرة من الفراغ المنافسة طيب موجود في مقدمة الدوري بالتالي أطلع بالصورة هذه يا أخي راح علي الدوري فهنا نتكلم عنك راح علي الدوري التركيز وين بيكون أسعى في آسه قال وخليفة كلمتها قبل شوي قال والله نادي لشباب اللهلي عند مبارات العين القوية هذه منافسة داخلية وشباب اللهلي لا له ضاقة ولا جمل في المباراة هذه يركز عن مبارات شو؟ لسيوية هاي مباراة نافس طلب عدم موجود شباب اللهلي موجود شو؟ نافس الدوري من فرق القمة يعني لا ينافس على الدوري شوف مباراته مع العين يركز عن لسيوية حينا أكيد هاي فرصة هاي فرصة ما التعواض طيب أنا بوصل هل معقولة بخليفة في نادي أنا لا أتكلم الآن عن الجزيرة بشكل عام هل هناك إدارة توجه لاعبينها توجه الجهاز الفني بعدم الذهاب بعيدا في البطولات هل هناك إدارة عندنا تقدر تقول للفريق ستشارك يمثل الدولة نحن طموحنا نلعب بشكل فقط يعني شرفي ونخرج من البطولة موجود هذا الشيء عندنا ترى هناك مبدع من يحب الهزيمة ما أحد يحب هذا لكن أنت اليوم إعداد الفريق للمنافسات هذه مهمة مشتركة بين الجهاز الفني والجهاز الإداري أو حتى الإدارة نفسها أنت يوم تخرج في بداية الموسم وتصرح بأهدافك في الموسم وكذلك تسمع لعبينك وتضع أهدافك للموسم قد تحصل عندك عدم تحقيق بعض الأهداف لكن أهدافك تكون واضحة لأنك سائر لها الآن أنت اليوم من الموسم الماضي أو حتى خلنا نقول الموسم الحالي الفرق تفكر أن بشارك آسيا السنة القادمة بشارك آسيا السنة القادمة لما توصل وقت المشاركة ننسى الكلام هذا كل اللي كنا نقول والله نحن نبغي المربع وكننا أبحث عن مقاعد أسيوي وألعب الملحق وزعلانين نحن في الدولة المرات لنا خسرنا مقاعد مباشرة وزعلانين أن نحن نلعب ملحق ولملحق يمكن نخسرها ويمكن كذا اليوم عكس هذا الشيء نشوفه ويوم تكون المباراة الرسمية إحنا ما زلنا أنا بس أعطيك تصريحات الجزيرة يعني بداية نجم الفريق مبخوت من خلال يعني قبل بداية الموسم هدفنا المنافسة بقوة على جميع ألقاب الموسم كايزر مدرب الفريق نطمح للمنافسة على كل الألقاب المستهدفة لدينا مشوار طويل وكل الألقاب مستهدف للجزيرة هذا طموح كابتن الفريق أين الواقع من هذا الشيء؟ اليوم دعنا نطلع من العموميات وندخل في جزيرة بأوجد الخصوص الجزيرة الآن يمر بحالة مستوى اللاعبين من التراجع يمر بحالة بحالة سيئة جدا على مستوى خط الدفاع مباريات يقبل أهداف بشكل متتالي ما في مباراة يطلع بدون أهداف طيب يمكن واحد أنا عندي تساءل هل علي مبخوت فقد الشغف في كرة القدم؟ أن علي مبخوت كان هدف التحطيم في رقم في هذا الخميس وحطم الرقم في هذا الخميس والآن خلاص ما عاد يفكر في تسجيل الأهداف لأننا نشوفها في الفترة الأخيرة علي مبخوت تحول يصنعه يصنع لزملائه ومرغم أن ما في منع أنك تصنع بس لا تنسى دورك الرئيسي أنك أنت الهداف الأول للفريق وأنت الهداف كذا وأنت اللي اعتمد عليك أول في الدولة الآن تاريخي لا هل هو بس كان يوصل للهداف التاريخي وينتهي شغفة في كرة القدم؟ نحن اليوم نشوف أن علي مبخوت يعاني من تراجع مستوى في الفترة الأخيرة بشكل كبير بشكل كبير رغم خمس لاعبين أساسيين في المنطقة عندك مع أربعة جانب في الفريق شو تبغيين؟ جزيرة فريق الجزيرة خمس أساسيين مش احتيات مدرب أساسيين ومدرب مستقر مع الفريق يعني مش مدرب جديد على الفريق مدرب مستقر مع الفريق هذا الموسم الثالث المدرب نحن بخليفة علشان ما نخوض كثير في الجزيرة لأن للأمانة الحديث أصبح كأننا نبكي على اللبن لا لا ما نبكي على اللبن المسكوب لكن للأسف أن الجزيرة أول فرقنا لودعات آسيا أكيدا وهو اللي كنا متوقع مننا أن يذهب شوية عليهم مراجعة حسابات يذهب الأمام بشكل أفضل يعني إحنا نتكلم اليوم يعني إذا تكلمنا ومدحنا قالوا هذا يعني ما يتكلمون عن العيوب وما يتكلمون عن كذا وإذا انتقدنا ما ننتقد أساسا نحن نكره الفريق أو شيء لا أكيدا فرغنا كله وفرغنا كله نحبه وهذه الأبناء وجهة نظر غد يعني وإحنا محتاجين تأخذ بها وجهة النظر أو ممكن محتاجين حطوات تصحيحية لأن كذلك كذلك اليوم اللعيب الموجودين في النادي الجزيرة لعبها كذلك موجودين في المنتخب مثل ما قلت متفضل بإسماعيل هذه الأبباتش نحن كذلك ننتظر منهم أداء في المنتخب ننتظر منهم أداء ثاني في نفس الوقت همنا أن فرقنا في آسيا أن يكون لها شكل ويكون لها تأثير قد لا تصعد مثل الشارج يمكن الشارج يؤدي مباريات لكن مباريات يعني وضع نفسه في خسارتين أو خسارة مع الريان خسارة وتعادل حط نفسه في موقف صعب لكن ما يمنعنا الشارج كان لشكل شكل في البطولة نحن هذا نبحث عنه الآن الآن تعدل أوضاعك صحيح أوضاعك في مباريات مثل ما صار مع الأهل صحيح كذا أن هناك شكل وتكون مؤثر في البطولة لكنك أنك أنت تبقى بشكل هذا غير مؤثر وأن نحن لا نقلل من قيمة أي فريق في مجموعة الجزيرة لكن هناك فرق يعني الجزيرة تخطنها بمراحل كبيرة على مستوى لا تكن لما نسوي الصرف لفلوس على مستوى نوعية المدربين نعبين وجودين نعب المجانب نعبين المواطنين حتى هيكلت الفريق الجهاز الطبي الأجهزة المعاونة الموجودة فيه ما يمكن تلكون هذا الفرق الثاني يا رجل الملعب اللي أنت تتمرن عليه هذه أمنية يدخلون بعض اللعبين نعم فأنت اليوم بلحب أنت موجود في دوري أنت موجود في دوري محترف غيرك مو موجودين في دوري محترف فأنت هذه كلها بدأ أن تلعكس على أداء مرتين قاس العالم واصل أنت تلعب قاس العالم اللندية مرتين مرد على دوري المحترفين طبعا خروج حزين للجزيرة نتمنى أن الجزيرة ومسؤولي الجزيرة يصحون مسار الفريق في المشاركات الخارجية يعني أنا أمنيتي للأمانة الفريق اللي ما يقدر يطلع بشكل مناسب في البطولة الأسيوية اعتذر أي أن كان تحمل عقوبات تحمل أمور خل فريق غيرك يشارك لكن لا تشارك بشكل للأسف لتاريخ ناديك أنت الكبير في البداية بغض النظر عن أنك أنت تمثل كذلك الدولة اليوم أنت تمثلنا وخروجك بهذا الشكل خروج غير مناسب خاصة النكبط للدوري نطوي صفحة الجزيرة ونعود إلى دور المحترفين الذي عاد من جديد وتحديدا من الجولة الحادية والعشرون والتي شاهدت في يومها الأول إقامة مباراتين الأولى جمعت اتحاد كلبا بالنصر هناك في معقل النمور وانتهت بتعادل المثير بين الفريقين الذين يتشابهان في العديد من الأمور في هذا الموسم من درة الشرق مدينة كلباء عادت أجواء دور المحترفين إلى الواجهة من جديد النصر حل ضيفا على اتحاد كلباء وقبل انطلاق صافرة البداية أحمد شامبيه رغم غيابه إلا أن اسمه تواجد بفعل تألق الجولة الماضية سالم ربيع هنا يمن النفس بتسجيل نتيجة إيجابية خارج الأرض ليعود بذلك إلى سكة الانتصارات التي غاب عنها في آخر جولتين وخور خيد سلفا يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور الدقائق مرت ببط دون فرص خطيرة من الجانبين حبيب الفردان استقبل كرة مميزة راوغ وسدد فوق العارضة في أخطر محاولات النمور في المواجهة سالم ربيع على ما يبدو أنه غير راض وتعليماته لا تتوقف أحمد جشك هنا كان قريبا من إحراز التقدم رغم غياب العميد عن الشق الهجومي في اللقاء إلا أنه ظهر بشكل خطير في الدقيقة الأربعين عبر توزي أكثر من قام بالمراوغات في صفوف النمور خلال هذا الموسم أحمد جشك انطلق وسدد وعبدالله تميمي كان في الموهد رغم قوات الكرة دقيقة واحدة قررها الحكم كوقت بدلا للضائع لم تشهد جديد على مستوى النتيجة وشوط أول أبيض دون أهداف في المشهد الثاني الأهداف حضرت البداية كانت من قبل الضيوف تيغالي الغائب تماما يقدم تمريرة حاسمة للضياء السبع الذي أحرز التقدم الإثارة بعدها زادت وطيرتها ومن ركلة جزاء نفذها البديل ملابا عادل النتيجة تقنية الفار حضرت في اللقاء وأكدت ركلة جزاء للعميد استغلها توزي مسجلا الهدف الثاني للضيوف كلباء بعدها حاول مرارا وتكرارا إلى أن وصل إلى مبتغاه بإحرازه الهدف الثاني بطريقة ولا أرواع عبر تسديدة صاروخية من عبد العزيز حمد الوقت المتبقي من المبرى لم يشهد جديد على مستوى النتيجة نقطة لكل فريق من موقعة كانت مثيرة في شوطها الثاني النظور يسجلون لكن أي هدف أي هدف عبد العزيز حمد بتسديدة صاروخية نعم صاروخية ترجمة نانسي قنقر موسيقى نكون متقدمين تقدمنا بهدف الأول وعادلونا في النتيجة ورح نتقدمنا بهدف الثاني عادلونا بهدف الثاني توقع أننا نفتقدنا شوية التركيز بعد تسجين الهدف الأول شفت أنت قولنا ياب دقيقة متأخرة فبعد القول مهروض يكون مركزين أكثر ما نستقبل أي هدف لكن قدر الله ما شاء فعل والحمد لله يعني على النتيجة أكيد ندري أن علينا عتب لكن تأكد أن نحن نقعدين يعني نعطي كل اللي عندنا وحاسين بالمسؤولية بشكل أكيد ولكن هذه كرة القدم مش أي شيء يعني أنت تبغي بصير لك أحيانا أنت تسعة بس ما تتوفق لكن تأكدوا أن نحن كلاعبين وكأجهاز فني وكأدارة قاعدين نحاول ونسعة قد ما نقدر أن نرد النصر لصورة طبيعية توقع يمكن طبعا كنا طامحين في الفوز اليوم وجهة نظري كنا أفضل في الامباراة لكن يمكن ما استغل لنا الفرص صليتنا ضيعنا كذا فرصة مهمة في الامباراة وفريق النصر استغل الفرص صليتنا وفي النهاية الحمد لله على التعادل أتوقع النقطة جيدة بالنسبة لنا نتمنى أن نواصل بنفس المستوى وأفضل في الجولات أول شيء أكيد طموحنا أكبر من المركز العاشر يمكن الفروقات بسيطة بيننا وبين المركز السابعة توقع ثلاث نقاط أو نقطتين فالفرق كلها من قاربة وما زالت خمس جولات في الدوري أتوقع أننا قادرين أن نحسن الصورة قادرين أن نطلع في الترتيب بشكل أفضل في مركز أفضل وأهم شيء أن نأخذ مباراة بمباراة ونتم مواصلين نفس الهداء وإن شاء الله راح تشوفون إن شاء الله بدنا الله بمركز أفضل قدمنا والله لعدنا النتيجة بيت رب العالمين حاولنا أن نقاتل ونأخذ ثلاث نقاط فس للأسف وفافو كلب استغل الفرصة وسجل هدف استعادل بالنسبة لنا كانت مباراة زينة كأداء كروح الفريق قام يسترجع نفسه شوي شوي نبقى كثر ما نقدر نصلح أغلاطنا عشان نبدأ الموسم لياي طريقة جيدة إن شاء الله نابل إن شاء الله أن نكون عند حسن نظن حسن نظن جماهيرنا يا رب كل مباراة ظروفة يمكن نحن نقول خسرنا مبارتين سابقتين لكن نحن يمنقيس الأداء خلال مبارتين المواضيات خلال مبارات اليوم كأداء تحسن الفريق باكتماله الأول مرة الأداء كان جيد ما كان سيئ نطمح أن نكونون بنفس المستوى بنفس الروح اللي بدوبها اليوم يستمرون فيها في المبارات القادمة إذا ما كانوا بنفس المستوى بنفس المستوى بنفس المستوى أتوقع أن الفريق بيكون في المستوى أفضل الموارات لياي إن شاء الله أطمح لشيء واحد أن كل لاعب يكون فيه يدخل فيه تحدي مع نفسه لأن اليوم ما عندك تحدي جماعي فقط طلعت من كل البطولات إذا ما كل لاعب سعى أن يكون عنده تحدي مع نفسه ويعطي طاقته أن يبين نفسه بنوصل إن شاء الله للهدف اللي نحن نبغيه نعم 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 يحبنا نستشعر في هذه النتجة نعم نستشعر في العام وقرأنا نحن من المنطقة لكن نحنشعر بالآداء نحن 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 بقية نحن نشعر في hatır في ال� Marin نحن 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 على القرى نحن من القرى y en el segundo cometimos errores defensivos que nos costaron los dos goles Nasser lo positivo es que nunca nos entregamos fuimos a buscar remontar el partido y lo hicimos en las dos veces pero bueno, tenemos que seguir trabajando lógicamente que lo que fuimos a buscar es la victoria nos quedan cinco partidos y trataremos de sumar la mayor cantidad de puntos en estos cinco partidos que nos quedan pero en general, vamos a tener que hacer el trabajo, tenemos que tener cinco puntos y también vamos a tener un mayor número de puntos un gran número de puntos que nos disculpa que es un gran número de puntos que para conseguir que estén quizás hay un gran número que somos mientras que no se despedimos del lago de las maneras este mijo se ha congressos que nos eruptionó elsnipe en關注 molt Fez en matching la perspectiva pero después de la segunda الثاني ولما ندخل شوي في الأجواء الباردة النصر يرجع لبرود غير طبيعي ويتراجع عن طموح البطولة بخيط الفريقين طموحهم تحسين موقع يعني شدني تصريح يمكن حبيب الفردان قال لك نحن في العاشر نطمح إلى السابع الفارق بينهم بينهم بسيط وما أتوقع النصر طموحه أكثر مما أني حسن موقعه ليس أكثر شو نقول عنه مبارا نقول هارد لك للفريقين يعني ولا مبروك بالنسبة للمبارا طبعا ما أرتقد بمستوى دوري أدنك للمحترفين الكثير من الكورة الضائعة الكثير من أقصد في النص الملعب الكثير من الفرص الضائعة هداف سجلت بعد دقيقة سبعين أول هداف في دقيقة سبعين ضياس سبع وفي آخر هداف في تشارع غير واضحة يعني بعض اللعيبة ما شفناها بتيقالي مختفيش تماما كتيقالي واللي طبعا ليش نتكلم عن تيقالي تيقالي مثل الملتخب الوطني بالتالي تيقالي مش هو تيقالي كاستلام كورة ولا ولا حتى منديس كان على مستوى الطموح طيب يمكن فريق كلبة كان شوية أكثر شراسة وأكثر اللي هو دايما تحس بي أن يريد أن يصير للغول موجود حبيب الفردان موجود أحمد جشك بمستوى عالي ولكن الفريقين يعني يعني ما تحس يعني وخاصة من فريق النصر يعني ما تحس أنه فريق النصر حرصت أنت حين تفقد الشغف ما عندك شي تلعب عليك لا مش تفقد الشغف أنت ما زلت الفريق يعني سمعت أنا واحد من الشباب الطيبين النصراوي قال الفريق له لحضور الفريق له مثل ما تقول كارزمة فريق ما دي النصر حضور يحضرون الملعب خيت حضور يحضرون الفريق في كل مباراة يحضروا كارزمة أبو عبد الرحمن كارزمة نادي كارزمة بطل كارزمة بطل بطل نعم كارزمة بطل موجود البطل السابق أنا أتكلم عن البطولات السابقة فريق النصر طبعا شوف النصر عنده كل الإمكانيات بس النصر منافسة يباهة في الدور الأول بعد نهاي الدور الأول الاسم واللوغو هذا فريق كبير يعني يعني بالنسبة للعيبة شلي منعني يعني أنا أدي مباراة مهما كانت الظروف حاليا أنت تلعب دوري أدنك فيه طرع فكرة المباريات يعني ما يلعبه مثلا مجرد أن أبيلع مباراة ويرجع كتمرين طرعا المباراة عليها حتى عليها المبلغ مالي عساس أن الموضوع المفوز فيه عليها مكافأة تقصد مكافأة فوز فيه أمور كثيرة في أنك تحضر في أنك أنت كلاعب محترف مواطن ولا أجنبي أنك تسعى أن تحسن مركز تحسن مستواك عساس أن تحصل عقد بعد وعقودهم بتنتهي هل لي بتكلم شوف لك عقد في نادي يعني أنا يأتي ويلست وتشفت المباراة يعني أبغي لاعب يكون له بروز حضور عذرني بشارك بوسماعيل كذلك في وجهة النظر بوسماعيل شو تغير في في چلبه الموسم الماضي كان الفريق حضوره أفضل يعني مجهودة أفضل في الدوري وكنا نشيد في چلبه ووصوله لعدد من نقاط ووصوله تخطيه الصعاب إلا أن الفريق الموسم هذا متراجع في المركز العاشر وخلني أقول أن طبيعي عطفا على ما يقدم الفريق إلا أن مسؤولين نادي في فترة من الفترات حطوا الفريق تحت ضغط المنافسة ومسألة أن نحن نزاحم المراكز المتقدمة شو اللي يتغير في مرحلة بسيطة حقيقة حق مشروع بين مسؤولين في فريق كلبه بأن يحطون اللعيبة والمدرب تحت ضغط بأننا نحب البطولة نعم ويجب أيضا الله ينام عليك يجب أيضا البحث مستقبلا عن نوعية لاعبين عندهم عقلية يلفوز بالبطولات مش فقط أن أجيب أي لاعب لا هذا اللاعب يجب الانتقاء بشكل بشكل مستفيد مثل ما نقول إحنا ماش باش أجيب لاعب هذا جيد ويلعب ويفرق عندي لا نعم انتقاء اللاعبين اللي عندهم عقلية تلفوز بالبطولات ما أتوقع نحن اليوم هو في المركز العاشر العاشر تسع تعادلات عنده تقريبا هو صحيح تسع تعادلات يعني 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 هنا عقلية اليوم مباراة اليوم تسع تعادلات يعني انت هذا العقلية التعادلات دائما هي الذهن يكون متشتت أكيد الهداف اللي عليك 29 هدف عليك تقريبا 29 و 30 هدف عليك أيضا هناك في مشكلة فنية موجودة يجب عدم الإقفال لها تمنى من فريق كلبه في المستقبل البحث عن نوعية لاعبين عندهم عقلية المطولات الفلسفة موجودة نحن نتكلم صحيح لكن انت كمدرب تحس بهذه اللاعبة هم اللي يجيبون لك الفرق هناك لعبة موجودين في هذا المنوال أكيد أخ أبو عبد الرحمن لاعبوا لاعبين وثلاثة أو أربع لاعبين يفرقون لك في الفريق هذه العقلية موجودة نفس النصر نفس عقلية فريق النصر فأتمنى نمتوفيق إن شاء الله نذهب إلى الوحدة حيث اقتنص فوزا في غاية الأهمية أمام ضيفه الضفرة بثلاثية مقابل هدفين في المواجهة التي جمعتهم على استاذيان الانهيان في أبو ربي سجل لأصحاب السعادة خليل إبراهيم وأدريان سيلفا وفليبي في الرمق الأخير من المواجهة بهذا الانتصار حافظ العنابي على حظوظه في المنافسة على لغب الدوري برصيد 45 نقطة فيما تجمد رصيد الضفرة في ثمارية عشر نقطة أملا في الهروب من شبح الهبوط اشتركوا في القناة تشوفون هذا الشي واضح من استلام كابتن بدر وشايفين كيف النتائج ويكلم منعكس نتائجنا وإداءنا في المباريات فصراحة مجهود كبير يحسب للكابتن بدر وتعامل مع اللعيبة كيف لامم اللعيبة التمارين التكتيج كل شيء واللعيبة معهم متفاهمين صراحة فهالشي يتوقع أنه خلانا نقدم مباريات جدا طيبة أكيد تمتعرف هاي كرة قدم لكن نشوف نحن بعدنا لنا أفضلية ثمان نقاط لكنها كرة القدم نحن ننظر لكل مباراة نحقق نتائج إيجابية اليوم كنا قريبين أن نوصل لنقطة حتى للفوز لكن يعني هاي حال الكرة فكان سيناريو يعني كنا نعرف أنه مدى صعوبة هذه المباراة خاصة أن نلعب في ملعب الوحدة لكن نحن كان تجهيزنا للمباراة أنه نحاول أنه نحن نعتمد على الهجمات المرتد ونحاول أن نخطف ثلاث نقاط من هذه الوحدة سجلنا الهدف الأول سجلوا هدف تعادل سجلوا هدف صبق في شرطة ثانية عملنا بعض التغييرات كان عندنا مشاكل على مستواجهة اليسار كان عندنا مشاكل شيئا ما في فسط الملعب حاولنا نعدل عملنا تغييرات الضفرة في شرطة ثانية يعني بان بشكل أفضل من الشرط الأول تحتنا فرص كان ممكن بها نقطة المباراة حسنا الفرصة اللعب غلير ممكن في الدقاءة 89 فكان ممكن هدفنا في كل مباراة نحن ندخل عشان نفوز في المباراة ودائما نحن نطمح عشان نجمع أكتر نقاط لكن نحن رسميا ما في شيء رسمي لكن نحن دائما نشتغل نحن لا نشوف ورانا نحاول نحن نشوف كيف نتقدم الأمام لأنه إذا دائما تشوف وراك أكتر فأنت تدخل في ضغوطات كبيرة فهذا العمل نحن مركزين بس على فريقنا نحاول نحسن أداءنا نحاول صحيح أنه في معطيات موجودة بنحاول نشتغل عليها لكن الهاجس الأول عشان تحاول أنك أنت تطلع من هذه المشكلة أنك تفكر في نفسك وتخدم نفسك بنفسك ما حدث كان بسيطا فريق الظفرة قرر أن يضغط علينا بشكل أكبر أضعنا الكثير من الكرات السهلة وتسببوا لنا بمشاكل عديدة في مناطقنا لم نكن نملك ردة الفعل المناسبة وعندما تقدمنا إلى الهجوم استطاعوا الرد بهجمات مرتدة نعم لوكاس بيمينتا هو لاعب يملك جودة كبيرة يحاول أن يبقى جاهزا على المستوى البدني واليوم ساعدنا بشكل كبير المواجهة المقبلة أمام الشارقة هي أفضل تحضير لمواجهة نهائي من الجيد أننا نملك أسبوعين من أجل الاستشفاء والتجهيز للمبارات أوجه كلمة واضحة لهؤلاء الذين يطلقون ملاحظات حول طريقتي في العمل وأنني أفوز بالحظ أقول لهم أعيد الذاكرة قليلا إلى الخلف وشاهدوا ماذا صنع غيري وماذا قدمت أنا على مستوى النتائج والأداء الظفرح كاد أن يطيح بطموحات الوحدة مبكرا إلا أن هدف الثواني الأخيرة جعل للوحدة آملا في مواصلة العبور والاتجاه لصدارة تمسك فيها الزعيم طويلا فهل يستمر هذا الحال في دورينا أم أن لمباريات الزعيم القادمة هو بقوتها رأي آخر بالنسبة للفرغ المتواجدة أبو خليفة الوحدة كان يفقد اليوم شيء كثير جدا وهو ملاحقة العين واقعيا كان ممكن أن نبارك للعين قبل العيد صحيح لكن أجل الموضوع لبعد العيد الأمور ما زالت شائكة بالنسبة للعين والوحدة ممكن فترة التوقف الأخيرة هذه أثرت على مستوى الوحدة سلبا سلبا طيب شفنا نحن الوحدة اليوم بس أنا قبل عندي ملاحظة شوية فضل فضل لربط المحترفين كان ممكن أن نلعب مباراة الجو لأمس وقبلها لأن اليوم لدينا آسيا وباشر لدينا آسيا بأنديتنا لتلعب في آسيا كان على أساس أن كنت تعطي مساحة للجمهور المتابعة لأن المباريات كانت في نفس الوقت تقريبا تلعب فشوية هذا أثر يعني يبقوا نرى لعادي يمكننا طبعا لا لكن أنت لا لأن كان ممكن لأن ما كان يضر لو لعبنا مباريات أمس أو قبل لأنه لا يوجد شيء الفرق هذه لا يوجد شيء فرق بره هذه الملاحظات أتمنى لم أعرف لماذا يجعلهم في نفس اليوم وفي آسيا وباشر لدينا جولة في آسيا وعندنا كذلك مباريات في نفس الوقت في دورية المحلة نتمنى أن هذه الأشياء أمور التنسيقية أننا نعديناها من زمان وأننا هذه الأمور لابد أن نرجع ونعديلها لما تكون عندنا تضارب في هذه الأشياء جمهور يأتي لا لأن المبارات الوحدة بدون جمهور العقوبات الوحدة هذه أول مباراة ينفذ فيها الجمهور العقوبة فيها نرجع للإمباراة فالإمباراة الوحدة يمكن التبديلات التي تأخرت للشوط الثاني حسنت من مستوى الوحدة الظفرة قدم أجمل مباريات هذه الموسم مباراة تقدم لكن وضع الوحدة تحت ضغط كبير وكذلك وضع مدرب الوحدة تحت ضغط أكبر لأن وعاد في التشوط الثاني يعني مرة ثانية وكان مؤدي أداء جيد وأداء ممتاز جدا والذي شاهد الظفرة بمستوى هذا ما يتوقع أن هذا موقع في الجدول في المركز الثاني الظفرة يمكن بمستوى هذا يضع الإمارات والعروبة تحت ضغط كبير في أنهم يوصلون في هذا لأن واساسا الضغط موجود الفارغ كبير لأن الظفرة قادر على الفوز في المبارات القادمة يعني قادر قياسا بالمستوى الذي يدع وقياسا باللاعب الموجود في الظفرة في الانتقرات الشتوية الذي تقريبا كان نجم المباراة اليوم الذي سجل وصنع وربط الفريق بشكل كبير الوحدة يعني جواه بدره يعني محتاجين بالوحدة لابد أن يعود لحاسة تهديفية شوي اليوم ما شفنا ما شفنا التأثير الكبير في المباراة الهدف حتى كانوا محظوظين في الوحدة وسجلوه في النص الدقيقة الأخيرة من الوقت الضايع أعتقد أن هذا أبقى المنافسة بين الوحدة والعين موجودة في الملعب موجودة في الملعب لأنه كان غير عن هذا الشيء كان ممكن مثل ما تفضلت أن العين يحتفل يمكن من المباراة القادمة يقدر يحتفل بالدوري لكن نحن بقينا 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 الدوري في الملعب موجود والعين أمامه مباراة مع الأهلي يعني مباراة صعبة يمكن يعني يكون كذلك تأثير في مجرى البطولة صحيح كسماعيل نعطي الكابتن بدر لدريسي حقا مدرب الضفرة قير فريق الضفرة عمل نقلها نوعية في مستوى الفريق كمجمل حقق نقاط مهمة التغيير الثالث على مستوى القيادة الفنية إلا أن الكابتن بدر لدريسي كسب الرهان في أن قد يستمر مدربا في دوري أدنك للمحترفين قياسا على ما قدم في المرحلة القصيرة الذي هو موجود فيها مع الضفرة حقيقة نحن نكون سعيدين دائما لما يكون المدربين صاروا فترة طويلة في البلد وتعطيهم فرصة والإدارة تعطيهم فرصة كبيرة جدا مثل كروغري مثل بدر لدريسي وبقية المدربين إذا وجدوا في الفرق الأخرى نحن نكون سعيدين لماذا لا توفر عليك مبالغ كفاءة موجودة تطوير الكفاءة هذه فأعتقد هذا شيء جيد الوحدة هدفين اليوم الضفرة هدفين اليوم أربعة هداف هذه محصلة تقبل فيه هذا معنات معنات فيه ضغط كبير ذهني على الفريق بابدح بخيط على عجاله كروغري يعني صرح تصريح كذيمة بين الكلام تصريح كبير نوعا ما بدأ يكبر كمدرب وكذلك تصريحة يعني استوى تصريح كبيرة ومن حقه قال من يقول أني أنا أفوز بالصدفة فعليهم أن يتابعوا كافة المباريات ويتابعوا من قبلي وماذا فعلوا وشو اللي كملنا عليه كروغري باختصار يقول أني أنا الأفضل في غيادة الوحدة وتفوقت على الغدير التينكات لقاد الوحدة في فترة من فترة أنا اتفق سيد بوثاني لأن نفس أعتقد أن عمل نقلة نوعية بشكل كبير بفريق الوحدة هي الدروب لسار للفريق أعتقد من بعد خسار حلال حلال هذا أبوثاني ظنتي تابعك وصفق لك يوم قلت أبوثاني من بعد خسارة فريق الوحدة أمام فريق العين في المباراة المفصلية خسار فيها الوحدة فأعتقد بدأ الدروب بشكل نفسي على الفريق يمكن اللي هو جواو بيدرو مش طالع بالصورة اللي هي تخدم الفريق بخيت لو ما فاز في الدوري يتحمل المسؤولية ولا عطفا أن نكمل المسار ما يتحمل المسؤولية خاصة نستلم الفريق بتعادلة اللي سوى السيد جروغري يعني خارق العادة نقل واحدة من فريق كان فريق تغريبا كان فريق عادي المواسم اللي طافت بالتخبطات اللي صارت تغيير المدربين أكيد لفريق حاليا ينافس بشكل كبير وعمل بالفعل عامل منافسة صريحة خلف نادي العين أعتقد أن نادي العين موجود عند نهاية موجود كاس رئيس الدولة في النهاية فأعتقد أن النقلة النوعية اللي عمل لها السيد جروغري نقلة نوعية بشكل كبير أعتقد أن من المدربين يكون من المدربين لهم تغدير خاص في دور أدنك للمحترفين ونتمنى إن شاء الله التوفيق في الفترة شكر تغدير لك وثاني ما قصرت أسمعي للشكر وتغدير لك وخليفة الشكر وتغدير الله يحييك يا عبد الرحمن شاهدين الكرام نتمنى لكم إن شاء الله همكم الصومون على خير وتفطرون على خير قبل منكم ربي الطاعات إلى الملتقى اشتركوا في القناة